اجزامبل في الاجزامبل ده احنا عايزين ندرس الانهيريتنس ورص الفصيلة انا جبت المثال سهل ام فاصلتها A B والأب فاصلته A B التركيبة الجينية للأم A على كرموزوم وB على الكرموزوم نفس الكلام للأب احتمال الفصائل اللي تيجي للأطفال احتمال الأول A والاحتمال الثاني B والاحتمال الثالث A B ازاي الطفل فاصلته A خد جين A وجين A واحد من الأب واحد من الأم والطفل فاصلته B خد جين B من الأب وجين B من الأم طب الطفل فاصلته A B خد جينين مختلفين A و B واحد من الأب واحد من الأم ديت الاحتمالات اللي ممكن تيجي من التزاول ده درسنا فيها الفينوطايب والشينوطايب ودرسنا فيها ان هنا الاب ده نورمل اب. عايزة الفت النظر ان فيه حجم ابنورمل اسمها سيس اب. سيس اب والله مختلف تماما عن القصة اللي احنا ذكرناه. بدلا ما يبقى الا على كروموزوم زي ما تشايفين كده. والب على كروموزوم تاني لا. يبقى كروموزوم عليه الاب والكروموزوم التاني عليه او. وتطلع الفصيلة برضو في الاخر اب بس بالمعلقة السيس اب. يعني الاتنين جينز اتنقلوا على نفس الكروموزوم. بدلا ما يبقى كل واحد فيهم ترانس راح لكروموزوم والتاني راح لكروموزوم اخر عبر الكروموزوم ده.